رئيس الوزراء السيد مصطفى مربولي بسم الله الرحمن الرحيم السيدة أنا كلاوديا روزبخ المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوان هابيتات السيدة زملائي الوزراء مع الوزر التنمية المحلية ومع الوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيدة الحضور اسمحوا لي طبعا أرحب بكم في مصر في فعليات افتتاح وتنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الاثناشر واللي بتعقد في مدينة القاهرة والحقيقة هذه الفعالية أو الاحتفالية بتبقى من حيث الحجم والأهمية هي بتبقى تاني أكبر حدث بتنظيمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ أو الكوب واللي برضو مصر كانت شرفة بتنظيم نسخة منه وهي النسخة السبعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ فالحقيقة اختيار مصر واختيار القاهرة تحديدا ده شيء يعني رسالة مهمة جدا بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية والحقيقة أنا سعدتي يعني النهاردة مشتركة يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم إن أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات أنا كنت مدير إقليمي للدولة العربية في منظمة الهابيتات والحقيقة من هذا الوقت وكنا بنسعى إن مصر تصطديف هذا المنتدى فالحمد لله إن النهاردة يعني يعني أشاء القدر إن أنا أبقى موجود وأنا رئيس وزراء مصر مع هذه المنظمة وبنحتفل بتنظيم هذه الفعالية داخل مدينة القاهرة الشيء الأيضا المهم اللي لازم حضركم تبقوا عارفينه إن الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل أن تكون في مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة لأن بيبقى عندهم دايما تخوف إن تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على الحركة داخل المدن فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي قاهرة 22 مليون نسمة فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي ما حركم سمعته الأسماء 37 ألف مسجل عندنا 72 وزير عندنا 96 محافظ وعمدة مدينة بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني قطاع الخاص الحكومات كل ده كان حيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر إن إحنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى ولكن الحمد لله نتيجة للجهود الكبيرة جدا اللي اتعملت في محافظة القاهرة تحديدا وفي مصر بصفة عامة النقل الحضري والبنية الأساسية وكل المشروعات الكبيرة إحنا لدينا الصخة والحمد لله إن هذا المنتدى حيبقى قصة نجاح بإذن الله ويمكن زي ما حضركم سمعته من السيدة المديرة التنفيذية الأعداد اللي السنة دي موجودة هي أعداد بكل المقاييز بالنسبة لهم هي الأعلى في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية الشيء المهم جدا أيضا إن اختيار القاهرة لأن يعني الحقيقة كل ما يروج إليه برنامج الأمم المتحدة الهابيتات من تدخلات في مستوى المدن هنلاقي فيه تجارب عملية على الأرض وتجارب ثارية تم تنفيذها في مصر وفي محافظة القاهرة تحديدا بدءا من مشروعات الإسكان اللي بتستهدف فئات محدودة الدخل والشباب وعندنا طبعا مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين مرورا بتطوير المناطق العشوائية والمناطق الغير الأمنة ومصر أعتقد الحمد لله لديها واحدة من أفضل تجارب العالم وأنا بقولها كخبير للهابيتات قبل ما بقى رئيس وزراء مصر مصر لديها أفضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق الغير أمنة مرورا بموضوع النقل الحضري والمستدام البنية الأساسية المدن الجديدة الزكية والخضراء كل ده الحقيقة النهاردة حتلاقوا في القاهرة تجارب تجارب كثيرة جداً اتعملت في هذا الشأن طبيعي جداً زي أي تجارب بيبقى فيها النجاحات وفيها أيضاً التحديات والدروس التي يمكن الاستفادة منها وبالتالي بالتأكيد حيستفيد كل المشاركين ليس فقط من الندوات وأنا متأكد حتبقى هناك ندوات يعني شديدة التفاعل والنقاشات فيها حتبقى نقاشات ثرية ولكن أيضاً حتكون لديهم الفرصة لزيارة المشروعات على الأرض الواقع يشهدوا فيها ترجمة لما يعني يتم الترويج ليه من أسس واستراتيجيات لعملية التنمية الحضرية بالإضافة إلى ذلك طبعاً قاهرة كمدينة يعني معروف إنها مدينة تراثية ومدينة حضرية وبتسخر بالعديد من مشروعات التراث العالمي واللي إحنا إن شاء الله برضو أعتقد حيكون هناك مجالات للنقاش فيها مش عايز أطول على حضراتكم ولكن أعتقد إن هذا المنتدى إن شاء الله وبنأمل دولة المصرية إن كل المشاركين إن شاء الله يستمتعوا بوجودهم داخل جمهورية مصر العربية وتحديداً في محافظة قاهرة ويكون النتائج يعني يخرج بها هذا المنتدى نتائج مهمة يعني تحدث فارق فعلاً في موضوع التنمية الحضرية في ظل التحديات للعالم كله النهاردة بيواجهها وتصارع التغيرات الغير مسبوقة اللي بتحصل والأزمات المختلفة اللي كل العالم بيتباحها النهاردة وكلها لها تأثير مباشر على التنمية الحضرية أيضاً لا يفوتني طبعاً إن مصر لديها تجربة أيضاً رائدة والحقيقة يعني أخدت العديد من التقديرات وهي مشروحة يا كريمة والذي يستهدف طبعاً تطوير المناطق الريفية أيضاً والاستفادة اللي هتعود بصورة كبيرة جداً على حوالي ستين مليون مصري مرة أخرى برحب بحضراتكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر وأتمنى لكم جميعاً إقامة سعيدة في مصر إن شاء الله ويكون هذا المنتدى يعني يقابل كل التوقعات والتمنيات للخبراء والمعنين والمشاركين فيه أنا بشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته